محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهل العربية أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا تحياتي لك ولمشاهدين في بداية هذه المقابلة أريد أن أسألك ما هي الرسالة التي أراد منفذ الجريمة الثلاثية التي أصفر عنها مقتل شاب من إكسال وإصابة آخرين صباح اليوم في ألفاق الناصرة ما هي الرسالة التي أراد إصالها للجمهور العربي الذي شهد إضرابا اليوم بسبب الجريمة يعني لست أدري حقيقة إذا كان هؤلاء يعملون حسابا لأجندة سياسية أو وطنية أو إنسانية هم قتلوا في يوم إضراب وهم قتلوا في مقبرة وهم قتلوا في مأتم وقتلوا في عرص وقتلوا في جنازة وقتلوا في مسجد يعني كل المحرمات قتل أطفال وقتلت نساء كل المحرمات ارتكبت لذلك أنا لا أعتقد أن هناك رسالة لكن ما أعرفه أن ضحية الحادث من إكسال هو إنسان أبعد ما يكون عن هذه الأطر التي أو عن هذه المجموعات التي تعيث فسادا في مجتمعنا وفي بلادنا نعم كيف تقيم ونحن نتحدث الآن كيف تقيم تجاوب الجمهور العربي مع الإضراب وخاصة أنه تصل إلى أذانك وأيضا نقشتم هذا الموضوع في لجنة المتابعة أكثر من مرة جدوى إعلان الإضراب في مواجهة الجريمة والعنف القضية هي ليست قضية جدوى بالمفهوم المباشر إنما هي الجدوى بالمفهوم التراكمي يعني لا يمكن أن تتوقع أن نعمل إضراب وبعد يوم كل شيء يكون على ما يرام إنما هذا تعبير عن موقف للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد هذا تعبير عن رفض للجريمة وهذا تعبير عن رفض للرعاية والحصانة التي تعطيها الإسرائيل لعصابات الإجرام الإضراب هو موقف لشعب والشعب لا يمكن أن يسلم بأن يقتل يوميا وأن يقتل أبنائه يوميا ويجلس في البيت كان من الضروري أن يعلن موقف جماعي وأنا حقيقة أستطيع أن ألخص برضى التجاوب مع الإضراب التجاوب كان كبير حتى في المدارس كان هناك بعض الارتباك كيف ننفذ المشروع الجديد الذي أطلقناه يعني إحنا في الماضي كنا إما أن ندعو إلى إضراب كل الجهاز التعليمي أو ندعو إلى عدم إلى الدراسة بشكل عادي في الجهاز التعليمي لكن هذه المرة قررنا أن نجرب جيدا جديدا وهو أن لا تكون الإضراب بمثابة عطلة وأن الأولاد يروحوا بالشوارع ويقعدوا في البيوت إنما أن يكون هناك مضمون لمعنى الإضراب ومغزى الإضراب في المدارس وفي هذه الأجيال الصاعدة وأعتقد أن هذا كان مهم هذه تجربة جديدة الكثير الكثير وغالبية المدارس قامت بذلك على أفضل وجه هناك بعض الأشياء التي يجب أن نتعلمها للمرات القادمة في كيفية ترتيب هذا الموضوع بشكل أفضل بدون أدنى شك لكن الإضراب بشكل عام كان ناجحا وأدى رسالته في كل القرى والمدن العربية وأنا أريد أن أثني على ما نشر في موقعكم على شبكة الإنترنت الذي استعرض نجاح الإضراب في غالبية المدن والقرى العربية نعم ولكن السيد محمد بركي قد تكون إحدى الخطوات ذات الثقل النوعي في مثل هذه الاحتجاجات الشعبية هي مشاركة العمال مشاركة الموظفين من يعملون في المؤسسات في البلدات اليهودية من مؤسسات رسمية مصانع ومستشفيات وغيرها وشركات نقل مثل شركات البساط صحيح شوف نحن في يوم الأحد في الاجتماع الذي كان في كفر قرع وقبل ذلك على مدار أشهر نحن توقفنا عند نقطتين في غاية الأهمية النقطة الأولى هي كيف نستعمل مكونات من مكونات العسيان المدني العسيان المدني هو قضية علم له فروع كثيرة ومتفرعة جدا وكيف نستعمل بعض عناصر العسيان المدني بما في ذلك موضوع العمال وموضوع الموظفين والأطباء وسائقي الحافلات وما إلى ذلك لذلك هذا مطروح على طاولتنا الأمر الآخر هو أننا أقمنا في يوم الأحد هيئة الطوارئ وأعلننا حالة الطوارئ هيئة الطوارئ اجتمعت اجتماعاً أولياً في نفس يوم الأحد عندما أقيمت ولها اجتماع بعد غد الخميس من أجل وضع خطة عمل متكاملة ومتواصلة مش أنه ننتظر حتى الجريمة القادمة من أجل أن نقوم بعمل ما إنما أن يكون هناك مشروع وبرنامج كامل ومتكامل وهذا ما علينا أن نجيب عليه بما في ذلك قضايا إضراب ويكون له تأثير اقتصادي أيضاً نحن من باب الإبلاغ الجمهور من خلالكم بذلك نحن يوم الخميس الساعة السابعة والنصف مساء دعونا إلى قامة مباراة رياضية كرة قدم بين فريقين اتحاد صخنين وفريق مكابرين الفريقين العربيين في المراتب الأولى أو في الدرجة العليا وهذا اللقاء الودى سيكون تحت عنوان لا للعنف ولا للجريمة نعم للسلم الأهلي وطبعاً الدخول سيكون مجاني وأنا أدعو أن تكون المشاركة في هذه المباراة بمثابة إعلان موقف أيضاً إلى جانب الإضراب والمظاهرة إعلان موقف من خلال منصة رياضية ضد العنف وضد الجريمة وماذا عن نقل صوت الاحتجاج إلى شوارع البلدات اليهودية وتحديداً إلى تل أبيب كما فعلت تفعل أقليات أخرى والمتابعة ناقشت هذا الأمن ونفذت أحياناً مثل هذه المظاهرات ولكن ليس بالزخم الذي نفذته أقليات أخرى في هذه البلاد شوف نحن قمنا بالكثير من النشاطات التي تركت آثارها على الشارع الإسرائيلي من إغفال شوارع شارع ستة أكثر من مرة شارع نتيفة أيالون أكثر من مرة أيضاً وباعتقادي أن رسالتنا وصلت إلى المجتمع الإسرائيلي وتصل يومياً للأسف الشديد من خلال أخبار الدم مش ضرورة تعمل مظاهر عشان تقوله أنه في عندنا جريمة الجريمة موجودة في وسائل الإعلام كل دقيقة وكل وقت نحن نريد أن يكون هناك أكبر عدد من المجتمع الإسرائيلي معنا في موضوع منهضة العنف لكن للأسف الشديد الغالبية وربما الجهاز السياسي الحاكم ربما راضي لا بل يشجع أن يستمر هذا العنف لذلك نحن ننظر إلى موضوع الجريمة كموضوع سياسي يعني ما حدا يجي يقول لي أنه إسرائيل مش قادرة من خلال أجهزتها على اجتثاث هذه الظاهرة هي قادرة ونص زي ما السلطة الفلسطينية اللي هي شرطتها أقل من شرطة إسرائيل قادرة على اجتثاث العنف والجريمة كذلك في الأردن كذلك في مصر كذلك في كل النرويج وفي فرنسا لا يعقل أن يصدق أحد أن إسرائيل غير قادرة لذلك نحن ننظر إلى مشروع العنف والجريمة كمشروع سياسي تستعمله إسرائيل من أجل تفكيك مجتمعنا وحرفنا عن قضايانا الأساسية يعني اليوم مثلا فيه في النقب مظاهرة ضد هدم البيوت اليوم مثلا في النقب فيه أولاد اللي راهوا على المدارس على ظهور الحمير والخيل والجمال لأنه ما فيش مواصلة لا أحد يوفر له مواصلات طب إحنا نرؤيا علينا أن نقف على هذه الأمور علينا أن نقف إلى جانب شعبنا في النقب وفي كل مكان أيضا التضييقات على الخرائط الهيكلية قضايا السكن الأزواج الشابي قضايا الميزانيات السلطات المحلية القوانين العنصرية وقانون القومية هم يريدون أن يبعدون عن هذه المواضيع لنكون منشغلين ليل نهار في انطخ واللي بطخ واللي بانطخ سؤالي الأخير وأنت للأسف الشديد بسبب أن الجريمة لا تفرق بين بلد وآخر تشارك كل يوم أو يومين باجتماع طارق في بلدة ما وهناك أصوات التي تلوم القيادات العربية تهاجم أحيانا القيادات العربية مثلا إلهام خازن أمس تقول من أوصلنا إلى هذا الحال هي القيادات العربية وليست بنكفير مع العلم أن القيادات العربية لا تمتلك شرطة ولا جهاز قضاء كيف ترد على مثل هذه التصريحات شوف أنا أفرق بين نوعين من هذا الانتقاد هناك انتقاد نابع عن ألم وأنا أتفهم ذلك هذا انتقاد مشروع والناس تتوقع من قيادتها أن تعمل أكثر وأكثر وطبعا يجب علينا أن نعمل أكثر وأكثر لكن هناك من يقول هذا الكلام كمن يدص السم في الدسم بمعنى أنه يريد أن يساهم في عملية التفكيك التي تقوم فيها إسرائيل من خلال التحريض على قيادات شعبنا من خلال تفكيك قيادات شعبنا يعني في بسرش التي تهاجم لجنة المتابعة في الوقت الذي على طاولة الكنيسة مطروح مشروع قرار بإخراجها خارج المتابعة ممنوع مثلا لا نقبل أن يكون في تحريض على الرؤساء السلطات المحلية وعلى اللجنة القطنية للرؤساء بينما سموتنش يسكر الحنفيات ويمنع الميزانيات التي أقرت هذا أمر غير معقول بسرش أن نقبل بالتحريض على لجان إفشاء السلام في الوقت الذي بعض النشطين والنشطات يهددون ويهددنا بشكل قبيح ونحن في الأسبوع القادم سنقيم مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع ونكشف أشياء خطيرة حول استهداف عناصر محسوبة على المؤسسة لقيادات شعبنا من أجل أيضا ننزال مكانتها من أعين شعبنا من أجل أن يكون الاستفراد بشعبنا أهوا وأسهل من نكون شعب مقطوع الراس لا قيادات ولا مرجعي ولا قرارات جماعية ولا إشي إنما كل واحد وحاله أريد أن أشكرك محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهي العربية شكرا شكرا يعطيكم العافية